في سعي منها للسيطرة على مفاصل الحياة بكل أشكالها تستغل ميليشيا الحوثي في اليمن الأوضاع المتدهورة وذلك من خلال عملها على تدمير العمليات التعليمية لتعزيز الأجندة الخاصة بها ودابت ميليشيا الحوثي على تعويض الإخفاق القتالي بالقضاء على المدارس وتفجيرها بهدف التمكن والسيطرة والحكم واتضح ذلك في إصرارها على تولي وزارة التعليم فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني وتعين الأخ الشقيق لزعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي وزيرا للتعليم لتتمكن من تغيير المناهج بأفكار وإديولوجيات تخدم توجهها وأجنداتها الخاصة المدعومة من إيران والخارج مصادر مطلعة في الداخل اليمني أوضحت أن عصابات الحوثي قامت بتغيير المناهج الدراسية خاصة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لزرع تعليماتها وأجنداتها في أدمغة الطلاب بدعم من إيران وبينت المصادر أن يحيى بدردين الحوثي استكمل طباعة المنهج الدراسي للفصل الثاني من العام الحالي في مواد التربية الإسلامية والتاريخ والفقه والحديث والسيرة النبوية وحذفت من المناهج الفتوحات الإسلامية وسير الصحابة وسير أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما افتتحت جامعات خاصة تابعة للميليشيات منها إقراء للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة والعلوم الحديثة وجامعة الواحد والعشرين من سبتمبر ونشرت آلاف الصور والإعلانات لترغيب خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم للالتحاق بها الحوثي أمر أيضا بطباعة أكثر من أحد عشر ألف كتيب صغير يحمل فكرة حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرتها ويرى مراقبون في الداخل اليمني أن الحوثيين يسعون إلى فرض مسألة وجودهم كأمر واقع لفترة طويلة من الزمن من خلال تشريب أجنداتهم بشكل قسري للأجيال عبر تغيير مناهج التعليم في المدارس والجامعات وتعويض إخفاقهم العسكري وفجرت هذه الإجراءات خلافا مع حلفائهم في جماعة المخلوع صالح الانقلابية الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقد مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية الطائفية كليا وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أدانت ميليشيا الانقلاب الحوثية في عدة تقارير متهمة إياها بانتهاك القيم الإنسانية والأخلاق والدين وبتحويل المدارس إلى أماكن للصناعة الألغام والمتفجرات لتنشر الموت بشكل واسع في أوساط المجتمع بدلا من تعليم الأجيال العلم الذي يحييهم ويحيي مجتمعهم ترجمة نانسي قنقر